موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعنوين موسيقى رئيس الجمهورية نتعامل بجدية مع جهود السلام ونتوقع من الانقلابيين مزيدا من المراوغة موسيقى الجيش الوطني شن هجوما على مواقع الانقلابيين في ميدي بحجة ومقتل ثلاثين متمردا موسيقى قائد محور تعز يتفقد اللواء خمسة وثلاثين وقوات الجيش الوطني تدمر طقما للانقلابيين موسيقى موسيقى مرحبا بكم قال رئيس الجمهورية عبد ربا منصر هادي إنه يتم التعامل بمصداقية وإيجابية مع مختلف مساعي المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة ومحطات المشاورات المختلفة والتي للأسف تم نسفها من قبل الانقلابيين جاء ذلك خلال استقباله اليوم سفيري الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر والمملكة المتحدة أدموند فيتون براون لدى بلادنا وقال رئيس الجمهورية لا نتوقع من الانقلابيين إلا مزيدا من المراوغة والتسويف والمماطلة ومع ذلك سنظل متمسكين بخيارات السلام ونتعامل بإيجابية مع مشروع الهدنة هذا فيما أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عن تقديرهما للجهود التي تبذل من قبل الرئيس عبد ربا منصر هادي من أجل تحقيق السلام وأكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار على المدن والمناطق المحاصرة شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتمثلة بضرورة البدء في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي اتفق عليها اليمنيون باعتبارها المخرج الوحيد لليمن من أزماته والطريق لبناء دولته التي تضمن حقوق اليمنيين كافة جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني والذي من جهته قدم رؤية حول تدشين الوزارة لبرنامج توعوي حول الأقاليم ومخرجات الحوار الوطني أشاد نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر بجهود أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة صنعاء وأمانة العاصمة في استعادة الدولة المخطوفة وإنهاء معاناة اليمنيين وأكد الفريق الأحمر خلال لقائه وزير الدولة أمين العاصمة عبدالغني الجميل ومحافظ صنعاء عبدالقوي شريف حرص القيادة السياسية على تحقيق السلام وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وأليات التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 من جهتهما عبر أمين العاصمة ومحافظ صنعاء عن شكرهما وتقديرهما للاهتمام الذي يوليه نائب رئيس الجمهورية باستعادة الدولة وزياراته المتكررة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مؤكدين بأنهم لن يألوا جهدا في تحقيق حلم اليمنيين بعودة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب إلى ذلك أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة تعمل على تحسين الكثير من الخدمات الأساسية في محافظة السقطرة والجزر التابعة لها ومن ضمنها القطاع الصحي الذي توليه الحكومة اهتماما أكبر من أجل تخفيف معاناة سكان الأرخبيل من التنقل للعلاج خارج محافظاتهم جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمديرية قلانسيا بمحافظة السقطرة واحتياجاتها من الخدمات والمشاريع الأساسية إلى ذلك قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة تولي القوات المسلح اهتماما خاصا من أجل القيام بدورها الوطني على أكمل وجه في حماية الوطن ومكتسباته وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته لمقر قيادة اللواء الأول مشاه بحري بمحافظة أرخبيل سقطرة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية لجميع الوحدات العسكرية لحماية المياه الإقليمية قال قائد اللواء الأول مشاه بحري العميد الركن محمد الصوفي إن منتسب اللواء الأول مشاه بحري على أتم الجاهزية القتالية لحماية سواحل سقطرة والمياه الإقليمية مجددين العهد والولاء للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة المشير عبد الرب منصور هادي وأنهم على العهد السائرون وأكد العميد الصوفي رفض اللواء ومنتسبيه للانقلاب الذي تريد أن تفرضه ميليشي الحوثي وصالح على الشعب اليمني مؤكدا أن قوات اللواء صمام أمان لحماية محافظة أرخبيل سقطرة لم تكن حادثة الصالة الكبرى في صمعاء سوى واحدة من أخطاء وتداعيات حرب فرضها الانقلابيون على اليمنيين بالقوة وأوجدوا لها مبرراتها برفضهم الدائم لكل فرص السلام ومتاحات الحل السياسي للأزمة اليمنية نتابع الحرب هي أم الأخطاء وما يزال اليمنيون يدفعون ثمن حرب باهظة أسوأ ما فيها أنهم لا يعلمون متى تضعي الحرب أو زارها حادثة الصالة الكبرى في صنعاء ويلفها الكثير من الملابسات يحاول الانقلابيون استثمارها سياسيا وصرف الأنظار عن جرائمهم ومجازرهم الأكثر بشاعة بحق اليمنيين منذ جائحة الحادي والعشرين من سبتمبر الفين وأربعة عشر واليمن يتدحرج إلى الهاوية كبلد مفتوح على أبواب الموت اليومي والكثير من المآسي كما شاء له الانقلابيون أن يكون عامان لم يذوق فيه اليمنيون غفوة آمنة ولن يعرف تاريخهم الحديث والقديم ما هو أسوأ وأشد سوادا ودموية من هذه الفترة الحالكة التي أكلت أخضر البلاد ويابسها وأحالت الوطن إلى خيمة عزاء منصوبة في عراء الخوف والتكهنات أمام اعتراف التحالف العربي بحادثة صالة العزاء يتساءل اليمنيون هل يمتلك الانقلابيون قدرا من شجاعة التحالف بالاعتراف بمئات المجازر التي اقترفوها بحق المدنيين الأبرياء في عدن وتعز ومأرب وصعدة وعمران والجوف وشبوة وغيرها من المحافظات اليمنية وهي مجازر ما زالت قائمة على ألف قدم وساق في الحروب الكبيرة والمصيرية تحدث أخطاء صغيرة وبالنظر إلى حجم الضربات الجوية التي نفذها التحالف العربي في اليمن فليست حادثة الصالة الكبرى سوى خطأ جانبي في سياق عشرات الآلاف من الضربات الجوية التي أصابت أهدافها العسكرية بأعلى درجات الانضباط والدقة وحمت ملايين المدنيين من آلات الموت التي يمتلكها الانقلابيون ويستهدفون بها الحياة والأحياء دون تفريق بين صغير وكبير طفل أو امرأة ويبقى السؤال العريض متى يتوقف الانقلابيون عن جرائمهم في حق الشعب والوطن بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع سفير كل من المملكة المتحدة أدموند براون والولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر لدى بلادنا التطورات على السحة اليمنية وآخر المستددات بشأن العملية السياسية ومساعي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وأكد الوزير المخلافي أن الحكومة تدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ومساعيه الرامية لاستئناف العمليات السياسية وشدد على ضرورة تفعيل لجنة التهديئة والتواصل في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من الطرفين من أجل تمكين تمديد وقف إطلاق النار رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الحكومة والانقلابيين بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد ودعا بيان صادر عن وزير الخارجي الأمريكي جون كيري جميع الأطراف المشاركة في هذا الاتفاق إلى تنفيذ كامل وشامل لوقف جميع أنواع النشاطات العسكرية والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين في مختلف أرجاء البلاد وقال إن الحل السياسي لهذا الصراع يعتمد على تنازلات والتزامات الجميع قال السيناتور الأمريكي جون مكين إن إيران تدعم جماعة الحثي التي تطلق الصواريخ على السفن الأمريكية وذلك بالأموال المفرج عنها وفق الاتفاق النووي وأوضح مكين في بيان أوردته قناة العربية إن النظام الإيراني بات أكثر وقاح بفضل الدولارات المفرج عنها معربا عن أسفه لإنفاق طهران الدولارات على دعم الحثيين وعبر السيناتور الجمهوري عن استغرابه إزاء تزايد السلوك العدواني الإيراني تجاه الولايات المتحدة نظرا لتقديم تنازلات لا حصر لها من قبل إدارة بو أوباما من خلال الصفقة النووية التي اعتبرها بأنها خطرة جدا قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جامي لدريك إن منظمة الأمم المتحدة تأمل في وقف الأعمال العسكرية في اليمن بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين وأعرب لدريك في تصريح اليرويترز عن أمله في أن تمنح الهدنة وكالات الإغاثة الإنسانية وغيرها من المنظمات فرصة للاستجابة في مناطق معزولة أو يصعب الوصول إليها في اليمن وقال جامي لدريك إنه يأمل في تمديد وقف الأعمال القتالية واستئناف محادثات السلام التي انهارت في أغسطس الماضي شن الجيش الوطني اليوم الأربعاء هجوما واسعا على مواقع تسيطر عليها ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع بجبهة ميدي في الساحل الغربي لليمن واستطاعت قوات الجيش الوطني التقدم غرب ميدي والسيطرة على مواقع للميليشي المتمردة في عملية الإسناد في عملية نوعية وإسناد طيران التحالف العربي ونقل المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة عن مصادر عسكرية قولها إن ثلاثين من ميليشي الحوثي والمخلوع قتلوا في هذه العملية التي بدأها الجيش الوطني صباح اليوم وما تزال مستمرة وتم تحرير المواقع واتباب الاستراتيجية باتجاه مدينة ميدي فيما أشارت مصادر طبية إلى التقاء شهيد وإصابة خمسة من جنود الجيش الوطني واستطاعت قوات الجيش الوطني استرداد أسلحة وذخائر متنوعة فيما فرت ميليشي الحوثي وخلفت عددا من جثثها وسط الصحراء حصلت قناة سهيل على صور لاستهداف طقم عسكري تابع لميليشي الحوثي وعصابات المخلوع كان محملا بالذخائر والقذائف والأفراد تم استهدافه من قبل الجيش الوطني والمقاومة بمنطقة عصيفرة في المحور الشمالي لمحافظة تعز وتقوم قوات الجيش والمقاومة بشكل يومي باستهداف تعزيزات ميليشي الحوثي والمخلوع الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد إلى ذلك قام قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل بزيارة تفقدية إلى مواقع الجيش الوطني التابعة لللواء 35 مدرع غرب وجنوب المدينة وطلع اللواء فاضل على وضع الجبهات وسير العمل العسكري فيها مشددا على رفع الجاهزية القتالية كما ثمن جهود الأبطال المرابطين في الثغور مشيدا بمعنويات أفراد الجيش الوطني والتي تجسد الروح الوطنية العالية التي يتمتعون بها وتعكس صلابتهم وصمودهم الأسطوري أمام عصابات التمرد والانقلاب كما ثمن قائد محور تعز جهود اللواء 35 قيادة وأفرادا والتي تمتاز بسرعة إنجاز المهام التي ترسخ مبادئ الجيش الوطني القوية والفلاذية أمام قوى الانقلاب التدميرية اندلعت اشتباكات متقطعة بين المقاومة الشعبية وميليشي الحوث والمخلوع في مديريتي الزاهر وذي ناعم بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر في المقاومة إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصفا متبادلا جرى بين المقاومة الشعبية والميليشي المتمردة في جبهات سوداء غراب والجماجم في مديرية الزاهر وفي سياق متصل أكدت مصادر ميدانية أن اشتباكات متقطعة اندلعت بين المقاومة الشعبية وميليشي الحوث وعصابات المخلوع في مواقع عباس والمختبي والبركات في مديرية ذي ناعم أقدمت ميليشي الحوث والمخلوع على اختطاف الشيخ علي بن عبدالله الرصاص عضو هيئة شورى الإصلاح بمحافظة البيضاء مع عدد من أقاربه وقالت مصادر محلية إن ميليشي الحوث والمخلوع اختطفت اليوم الشيخ علي بن عبدالله الرصاص عضو هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة البيضاء كما اختطفت عددا من إخوانه وأبنائه ونهبت سيارتهم وفجرت أحد منازلهم بمنطقة الخوير بمديرية البيضاء ألقت قوات اللواء 127 مشا التابعة للجيش الوطني بمحافظة الجوف ألقت القبض على اثنين من عناصر بيليش الحوثي والمخلوع في الجبهة الجنوبية الواقعة بين مديريتي الغيل والمصلوب بشير يحاد هنا من الحصيمات كنت في مديرة الغيل كنت أنا وصاحبي بن عمي في المترس ورجع ما كنا نستطلع عن الموقع ما درينا ما جلسنا أمد ما شفنا اليوم جاء وقع علينا التفاف يعني تسلل وحنا في الموقع حقنا واصحابنا مفراد حقنا ما كانوا جنبنا ورجع تسلمنا مع الدارنا مع معنا ولا خيار غير نتسلم أنا اسمي الكاسر أبو شمس منطقتي مديرة العشة المنطقة الغوقيس اللي احنا ساكن فيها المحافظة حافظة عمران كنا في مديرة الغيل كنا ماشين إلى مواقعنا وحصل التفاف علينا من قبل الجيش الوطني وما كان عندنا أي خيار ثاني غير التشليم والحمد لله نحن والآن في أمان عندهم وما كنا متوقعين أنهم يعني يحترمون ويقدرون إلى هذا الحد يعني عندهم تعامل جيد قوي جدا والله تعاملهم تعامل طيبين محترمين ما شفنا منهم ولا أذى قالوا بتواعش معهم بذبحة والله ما رينا معهم سكين ولا بيزبروا ولا أنهم محترمين نوع رسالتي إلى أهلي وأقربائي وأصدقائي أننا احنا الآن في أمان والحمد لله احنا في أمان الآن وفي سلام عند أخواننا أبناء الجيش الوطني عمله نوعي من نوعها وتم أسر المشرف كأسر دخنه والأخ بشير دخنه تعاملنا معهم معاملة أخويه معاملة باحترام وحق الأخى والإسلام ولا نؤديهم بأي شيء وندعي باقي المغرر بهم أن يلتحقوا بالجيش وأن يبطلوا مع الحوثيين وأن لا يبقوا في ضلالاتهم وأن يعودوا إلى رشدهم شنت مقاتلات التحالف العربي ثمان غارات على مواقع مختلفة لتابعة لميليشي الحوثي والمخلوع في ضواحي مدينة الحديدة ونقل شهد عيان لمراسل قناة السهيل الفضائية بأن الغارات استهدفت منزل المخلوع والدفاع الجوي ومطار الحديدة ومنصة 22 مايو جنوب مدينة الحديدة حيث شهدت النيران تتصاعد مع أصوات انفجارات يعتقد أنها لمخازن أسلحة وأضافت المصادر أن قصف مقاتلات التحالف استهدف أيضا مواقع وتحركات لأسلحة وكذا معسكرة تدريب في الساحل الجنوبي الغربي لمدينة الحديدة نفذت المقاومة الشعبية في إقليم اتهامة خمسة عمليات مباغتة خلال الثمان والأربعين الساعة الماضية في مواقع مختلفة بمدينة الحديدة وقالت مصادر المقاومة أن أبطالها هاجموا بأسلحتهم الشخصية سيارة تقل اثنين من مسلح ميليشي الحوثي والمخلوع في شارع التسعين بمدينة الحديدة كما استهدف أحد عناصر ميليشي الحوثي والمخلوع في شارع أربع وعشرين واستهدف أبطال المقاومة الشعبية في إقليم اتهامة أحد عناصر ميليشي الحوثي والمخلوع بسلاح كلاشكوف بالقرب من المعهد الوطني للعلوم الإدارية خلف شارع الميناء ما أدى إلى مقتله كما أعلنت المقاومة مسؤولية أبطالها عن تنفيذ هجومين على تقم لميليشي الحوثي والمخلوع بقنبلة يدوية في شارع المطار بمدينة الحديدة إضافة إلى استهداف اثنين من عناصر ميليشي الحوثي والمخلوع في حي 7 يوليو شنت ميليشي الحوثي والمخلوع حملة اختطافات لمواطنين بصورة عشوائية في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة وقالت مصادر خاصة لمراسل سهيل إن الميليشي اختطفت معلمين وأطباء وعمال بصورة همجية كما اختطفت كل من الأستاذين علي بكري وأحمد علي كعتل كما اختطفت الدكتور عبد أحمد يعقوب والدكتور عبد مري وكذا عمر إسماعيل ومحمد مفتاح وغيرهم من أبناء مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة وصل إلى منطقة موريس في محافظة الضالع صباح اليوم الجريح الأسير محمد قايد الظاهري بعد أكثر من تسعة أشهر عانى خلالها الويلات في أقبية سجون ميليشي الحوثي والمخلوع بصنعاه ما أدى إلى إصابته بإعاقة حركية وصعوبة في النطق جراء التعذيب قبل أن يجري الكشف عن مصيره لأسرته ويفرج عنه وهو بحالة صحية حرجة للغاية الشهر الماضي وتحسنت حالة الجريح الظاهري عقب الاهتمام الذي لقاه من قبل أسرته وبقائها إلى جواره وبدأ يحاول النطق مجددا وإن بصعوبة بعد أن كان قد فقد النطق بالكامل هذا وكان في استقباله بالضالع القيادي في الجيش الوطني الرائد أحمد سمنان ومسؤول ملف الشهداء والجرحى بجبهة موريس أحمد العمري سجل المرصد اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان أكثر من خمسة وسبعين ألف انتهاكاً ارتكبتها ميليشي الحوثي وصالح انقلابية في حق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري نتابع سجل المرصد اليمني لانتهاكات المتنوعة من قبل ميليشي الحوثي والمخلوع ضد مواطنين يمنيين وممتلكات عامة وخاصة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 وتوزعت تلك الانتهاكات على النحو التالي أكثر من ألف ومائة وست واربعين حالة قتل خارج القانون بحق مدنيين أربع ألاف وأربعون واربعون إصابة 3380 حالة اختطاف 160 حالة اختفاء قسري 71 حالة تعذيب داخل سجون ميليشي الحوثي والمخلوع 198 حالة اعتداءات جميع ضحاياها مدنيين 949 حالة تضرر تعرضتها الممتلكات العامة 2673 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة فضلا عن احتلال بعض الممتلكات العامة والخاصة وتحويلها إلى تكنات عسكرية 3027 حالة تقويض لسلطات الدولة 4810 حالات تجنيد أطفال لم يبلغ السن القانونية 2521 حالة تهجير قسري أكثر من 52 ألف حالة نزوح قام وزير الشباب والرياض نايف البكري بزيارة تفقدية لإذاعة ناس اف ام للاطلاع على الدور الذي تقوم به في مساندة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأشاد البكري بإذاعة ناس اف ام وبرامجها التي تهتم بالجيش الوطني والشباب مؤكدا الدور الكبير للإذاعات في التوعية ورفع المعنويات خصوصا في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من المناطب وقال البكري أن زياراته للمؤسسات الحكومية والخدمية تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للفريق الحكومي بالاطلاع على أوضاع المؤسسات المختلفة في المحافظات هؤلاء الشباب اليوم هم من يرسمون خارط المستقبل لمن الكبير من خلال إبداعاتهم وخلال عملهم من خلال أيضا هذه الطاقات التي وقدت اليوم هذه الأماكن وهذه القنوات نتعبر عما في خلقات إبداعاتهم وثقافتهم وتعليمهم شاكني باسمي السلطة المحلي الأخ علي الفاطري من الأخ سلطان العرادة والأخ نعبر رئيس مجلس الوزراء وأيضا توقيهات فقامة الأخ الرئيس عبد الربو منصورهادي لزيارة هذه المؤسسات وشكرها ودعمها للمقاومة وليدي شاكرين لكم وإن شاء الله نلتقي في صنعاء في هذه الإذاعة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر أقام اللواء مئة وسبعة عشر ميكا وفرع قوات الأمن الخاصة بالبيضاء حفلا خطابيا بحضور الفنان الكبير فهد القرني قائد اللواء العميد الركن عبد الرب الأصبحي أثنى في كلمته على المعنويات العالية لمنتسب اللواء من ضباط وأفراد وأكد الأصبحي التزام اللواء بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية للجيش الوطني موضحا أن الميليشيا لم تلتزم بأي هدرة في الفترات الماضية وأن الجيش الوطني مستعد لكل الخيارات معنويات المقاتلين مقاتلي اللواء مئة وسبعة عشر مشاه الأمن الخاص مرتفعة وفي كل يوم تزداد كل ما نضحي بشهيد كل ما تزداد المعنوي في ارتفاع كل ما تزداد المقاتلين صلابة الحوثيين ما يلتزمون أبداً يعني كم هدنة قد مضت وهم دائماً يسعوا لوضع هدنة في الوقت الذي يحسوا أنهم تتوالى الهزائم عليهم يسعوا من أجل ترتيب صفوفهم أما هذه عصابة قذرة يعني لا تقبل أبداً بهدنة ونحن جربناهم من أول ما بدأوا يتم الاتفاق فينقلبوا عليه في آخر النهار دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الإغاثة العاجلة لمستشفيات مدينة تعز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وإتلاف الإغاثة الإنسانية بالمحافظة ويشمل المشروع توزيع 12 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية على 12 مستشفى حكومي وخاص و7 مراكز صحية في مدينيات مختلفة خارج المدينة وأشاد رئيس اللجنة الطبية العليا بتعز الدكتور فارس العبسي بالجهود الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه للقطاع الصحي في المحافظة في ظل ما تعانيه المدينة من شحن في المستلزمات الطبية إثر عمليات الانقلاب وما تسببت به من أوضاع مأساوية أطلقت المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان اليوم المرحلة الثانية من الحملة الوردية العالمية للتوعية بمرض السرطان وخاصة سرطان الثدي والذي تعاني منه خمسة وثلاثين بالمئة من النساء نتابع نعم صالح من سكان مديرية ماوية تعاني من سرطان الثدي وتمتد معاناتها لسنوات استخدموا كمعه وقرع وقاموا لي ثلاث قرع بصنعة واحدما كانت كوش عدارة للسفر لصنعة تعب مرة كالسفر من ما خرجنا الساعة فما لم نصلنا لها الساعة الربع نحنقل بسيارة من هذا الصوالي نتعب أصول كوقاني كسر رجولي وجسمي ناكي أطلق مركز الأمن لعلاج الأورام السرطانية بتاعز اليوم الفعالية التوعوية الثانية للحملة الوردية العالمية في تاعز اكتشفنا أنه 26% امرأة مصابة بسرطان الثادي والآن نحاول أن تعرف أنه شهر اكتوبر هذا شهر التوعية حر لسرطان الثادي فنحاول أن نوعي كل امرأة حر هذا المرض وخصوصا يعتبر من وفية أكثر وفية النساء لدينا ما يزيد عن 5850 مريضا في كافة أنواع مرض السرطان هؤلاء يتلقون خدماتهم الصحية والطبي ورعاية طبية إضافة إلى هناك أنواع من الخدمات ورعاية اجتماعية نقوم بها وإضافة إلى قسم الدعم النفس الذي فعل من أجل الأطفال وكذلك من أجل عديد من المرضى لإخراجهم من الجو الجو الكآب الذي يعيشونه أحيانا بسبب الدواء الكيماوي انتشار السرطان بكل أشكاله وبين كل الأعمار سببه نقص التوعية بين أفراد المجتمع والاستخدام السيء للكيماويات وعدم الكشف المبكر عن الأورام بين فئات المجتمع المختلفة وخاصة بين النساء دشنت اليوم قافلة شارك مشروع الدفء المقاوم في جبهات محافظة تعز في ظل قدوم فصل الشتاء وقامت قافلة شارك بتوزيع الجاكتات والبيجامات والجوارب الخاصة بالوقاية من البرد على أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة ثعبات والمكلكل بمديرية صالة كمرحلة أولى احتضن كورنيش الفقيد علي محمد خودم بمدينة الغيظة على مدى أربعة أيام المهرجان الثقافي والتراثي لأبناء محافظة المهرة مراسلنا محمد كلشات والتفاصيل أقام مجلس التنسيق للمكونات الشبابية بمحافظة المهرة على كورنيش الفقيد علي محمد خودم بالغيظة المهرجان الثقافي والتراثي الذي استمر لأكثر من أربعة أيام تنوعت فيه الفعاليات من فلكلور شعبي وعروض ثقافية وتراثية ورياضية وفي حفل التدشين للمهرجان أشهد محافظة المحافظة الأخ محمد عبدالله كدة بدور المكونات الشبابية واهتمامها بالموروث الشعبي للمهرة حقيقة تشرفنا كثير بحضورنا هذا المهرجان والتدشينه وأيضا افتتاحنا لهذه الخيمة التراثية التي تعبر عن تراثنا وموروثنا القديم لأبناء محافظة المهرة جميعا من كل المديريات ومن كل المناطق وهذه رسالة إلى العالم بأن المهرة ليست بدون تاريخ بل لها تاريخ غير في الزمان علينا الجيل الجديد هذا والمتوسط أن نوضح هذا التاريخ وأن نبينه للناس وأن نجعل كل إنسان يعرف ما هو تاريخ المهرة كأرض وإنسان وعبر الشيخ عبدالله بن عيسى بن عفرين رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وصو قطرة عن سعادته بالمهرجان وما أظهره من تاريخ وهوية وتراث للمهرة نحن نقول من هنا نحن هنا موجودين المهرة بصراتنا بثقافتنا بعاداتنا بثقاليدنا بلغتنا التي تميزنا عن غيرنا نحن فخورون بما نرى اليوم ونتمنى لهذا المهرجان ولهذا الجهد أن يضاعف في الفترات المقبلة ونحن كسلطة محلية ووقها ومشايخ في هذه المحافظة سندعم وسنبدل كل ما في وسعنا لتطوير هذا الأمر ولتفعيله في الفترات المقبلة دور كبير بدلته المكونات الشبابية لإبراز الجانب الثقافي والتاريخي للمهرة من خلال هذا المهرجان المتميز المهرجان طبعا هو عبارة عن فكرة جاءت من وحد الشباب من أفكار المجلس التنصيدي من المكونات الشبابية في المحافظة بإقامة مهرجان يظهر ويبرز التراث المهري الأصيل الذي له جذوره الراسطة في تاريخ الأمة وفي تاريخ العرب بشكل عام طبعا هي البداية كانت من أمس عبارة عن دوري رياضي ومسابقة ثقافية واليوم هو التدشين للخيمة الترافية والعروض الترافية الرجالية وخصصنا فعالية من الفعاليات لإبراز التراف النسوي المهري وهذه الفعالية ستكون يوم الجمعة عصرا وهي عبارة عن رقسات مهرية ترافية تظهر الفنون والألوان الترافية التي تتميز بها المهرية عن غيرها هناك جهد بذل في هذا الاتجاه لإبراز تاريخ المهرة فهذا يعني يعبر أنه من لا حاضر له لا تاريخ له فالتراف له يعني بصمة تاريخية واقعة في هذه المكان وخاصة في هذه الأمور الحقافية عام التنفيذ عبط المهرة فهذا الدور اليوم نراه أمام عيوننا ولو بصمات قليلة مختصرة التي ترمز عن مهارة وحرفة الإنسان المهري في هذا المجتمع من شرقه إلى قربه ومن شماله إلى جنوبه نحن نرسل رسالة هذه إلى كل مهري وكل غيران على أرضه أن يهتموا بهذه الشيء بهذه الترات المهري وأن يهتموا بلغتهم وأن لا يتركوها ولا يسيبوها في أي لغة كديمة ونرجو من كل مهري في الداخل والخارج أن يحافظ على لغته وأن يحافظ على تراته وأن يحافظ على مبادية مهرجان يصور لنا حقبة زمنية تاريخية لمحافظة المهرة يبرزه شباب وجين أبناء المهرة من الشباب والشاكلان عنوانه المهرة أرض وترات وحوية محمد سعيد كشان لقناة سهيلة الفضائية المهرة جرى صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن حفل توقيع مذكرة تفاهم ما بين الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني وذلك ضمن المرحلة الثانية من حملة الكويت إلى جانبكم وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات التعليمية الفنية وتعزيز قدرات مؤسساتها حيث جرت توقيع على المذكرة ومن قبل الأستاذ شوقي محفوظ بعظيم عضو الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة والأستاذ عمد ربا غانم المحولي نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليوم في هذا اليوم ندشن حفل توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والهيئة اليمنية الكويتية بناء على دعم دولة الكويت لقطاع التعليم في التدخل في كثير من المعاهد الفنية وأيضا المهنية وأيضا عادة تأهيل هذه المعاهد والشكر الكثير لحكومة الكويت الشقيقة ونشكرهم حكومة نشعبا ونشكر لهيئة الكويتية على كل ما يقدموه ما يبذلوه والنزول وتلمس احتياجات المواطنين والقطاعات التعليمية والصحية والمياه وغيرها في المناطق المحررة ونحن اليوم على توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة التعليم الفني والهيئة الكويتي والقيام في عادة التأهيل وتجهيز وتدريب في المعاهد المهنية والتقنية في المرحلة الأولى بجدارة بحضور معالي وزير الأشغال العامة الأستاذ وحي أمان أقام قسم اللغات العربية بكلية التربية بجامعة حضر موت حفل تكريم الأوائل والمتفوقين في التحصيل العلمي وفي الحفل أكد وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري بأن الحفل أن الاحتفال بتكريم الأوائل من المتفوقين في التحصيل العلمي يعد تشجيعا لهم وتحفيزا لبقية الطلاب فيما عبر عميد كلية التربية بسيئون الدكتور عبد الله محمد بن شهاب عن شكره وتقديره للحضور مشيرا بأن كلية التربية بسيئون لا تبحث عن طلبة علم فقط وإنما تبحث عن طلبة علم متميزين لديهم من القدرة والكفاءة العلمية ما يؤهلهم لتبوء مناصب عليا خدمة لوطنهم نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها رئيس الجمهورية نتعامل جدية مع جهود السلام ونتوقع من الانقلابيين مزيدا من المراوغة الجيش الوطني شنوا هجوما على مواقع الانقلابيين في ميدي بحجة ومقتل ثلاثين متمردا مزيدا من المراوغة العلمية قائد محور تعز يتفقد اللواء خمسة وثلاثين وقوات الجيش الوطني تدمر طقما للانقلابيين للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة